السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اياتها المرأة المرأة الذاكرة لله سبحانه وتعالى المرأة المؤمنة المرأة الصادقة المرأة في مشارق الأرض ومغاربها المرأة أينما حللتي وارتحلتي معكز موريا روكا دي طاليا إيطاليا على ذكر هذا الاسم الآخر كان نوجه كلام خاصة للمرأة بهذا البلد الملجالية كان نوجه لها كلام هي أصلا المرأة خلقت لأجل الطمأنينة والساكينة حاولي تكون أنت وأختي هي منبع طمأنينة والساكينة لك والوليداتك من هذا الحدث اللي واقع أختي كان نوصيك ونوصينا بسيب ذكر الله سبحانه وتعالى حاولي أنك تعرفي بأن هذه رسائل ربانية بعثها الله سبحانه وتعالى كيبعتها الإنسان فيها كتكون رسائل كتوصل بعض الأقوام كتكون بحل واحد العذاب واحد الغضب دي الله سبحانه وتعالى والأقوام أخرين كتكون رحمة ومغفرة للمؤمنين كيف مجا في الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عني الطاعون والطاعون هو واحد المرض اللي كان تاشر في ديك العهد اللولة القديمة مرض اللي حصد بزاف الأرواح وماته فيه الناس وكل شيء تهوه وباء بحال شكل ديال هذا اللي كنعيشه فيه عن عائشة رضي الله عنها قال سأتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عني الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكت في بلده صابرا صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاري أختي هذ حديث كي يقول معنى دياله بأن هذا آدب كي بعته الله سبحانه وتعالى هذ الرسول صلى الله عليه وسلم دوال الطاعون والطاعون رشكل دياله بحشكل ديال هذ الفيروس اللي كينداب يعني هو كي يدي أرواح تيحصدهم وكل شي حدد فيروس اللي موجود دابا وبأن ربرا كي بعته الواحد القوم بأنه كي بعته لهم بحل واحد العذاب واحد الإنذار واحد الأقوام المعروف القوم اللي كي يكون ما كي مختل ما نطبق شطرق لله القوم اللي الفواحش كثرت فيه مهم معنى وبالنسبة الله سبحانه وتعالى كي يجعلو قالك رحمة للمؤمنين رحمة أذك المؤمنين اللي عايشين مع ذاك الأقوام بحل مثلا نحن عايشين مع ذاك القوم ورحمة رحمة بيهم ولبقى حتى وشي حد كان في شي بلاد اللي فيها ذاك ذاك المرض يحاول أنه يبقى فيها يمكت في بلدي صابرا محتسبا يبقى في ذاك البلاد صابر محتسب الأمر دياله ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى رغا يصيبو ذاك شي يكتب ليه الله لكن يكتب ليه قبل من النزيات يكتب ليه بأنه غادي يموت بهذا كرا غادي يموت به ولكن كتاب ليه بأنه روخيش وصدق الأقوام مغالي وقع عليه هوالو مغالي وقع عليه هوالو وبأنه لبقى حتى كتب عليه الله وأنه ذاك الإنسان صبر 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 لهذا لهذا الواباء وتوفى الله بأنه رعده أجر شاهيد في يوم القيامة بأنه عنده أجر شاهيد في يوم القيامة وكذلك بوحد حديد يرسل الله عليه وسلم كي يقول لك ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمتهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم طاعون كان في واحد الوقت دابا خرجوا طواعين أخرى بأسماء أخرى بأسماء مختلفة هذا الحديث وجل به لفعل درجة درجة دياله في العليا درجة دياله بالله سبحانه وتعالى من شرود ديالإيمان مؤمنة صادقة متصلة بالله سبحانه وتعالى بأنك الأقدار اللي كي يجيبها الله سبحانه وتعالى إلا فيها خير ليه إلا بقى ربي نطلبهم الله أنه يعافينا ويبعدنا إن شاء الله من هد من هد من هد من هد الوباء من هد المشكل اللي دار نتمنى الله إن شاء الله أنه نجينا ونجي ولادنا وحبابنا وكل القريب والبعيد ديالنا وبأنه لبقى تصاب شي وحدين مؤمنين مشاوره رسائل ربان يور الله حبهم وبغاهم باش يكونوا شهداء وهذا حديث عن البخاري حديث ديال المعنى دياله عن الرسول صلو عن ديالي وصل المراوه البخاري يعني حديث صحيح لذلك كوني حاولي أنت تكوني مركز ديال الأمن والآمان لوليداتك لعائتك حاولي إلا كانوا هم مدعورين ومخلوعين حاولي سكوني تيا المصدر ديال الأمن ديالهم وأنك تحاولي تذكرهم بأننا نحن مؤمنين بالله ولم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذه دائما وأبدا حاولي أختي تقولي ديالك الأدعية واحد دعاء رشاع هنا في الواتساب بزاف ديال دعاء كيقول اللهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول اللهم إني أعود بك من البراسي والجنون والجذام وسائر الأصبع حاولي أختي أنك تقولي حاولي كذلك تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شايف الأدوال في السماء والسامي والعليم ثلاثة المرات في الصباح وما تنسيش كذلك تدري الشكر النعم لأن الله باش غير يحفظ لك النعم ديالها كام يعني يخذك تشكريه باش يحفظ لك النعم والصحة أراها من نعم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى أختي كين صلاة الفجر لأن خير من الدنيا ما فيها والحمد لله نحن المؤمنين نؤمن بأن بعد الموت حياة احنا ماشي بحل الأقوام الخرين دي كيقولوا بأن رأعدهم حياة وحدة هي هادي والآخرة تكون الأرواح لأنها غتكون أرواحهم اللي في الجنة فقط احنا لنؤمن بأن رأكينا حياة أخرى بعد الآخرة وبعد الموت بأنه كينا حياة أخرى حياة اللي المؤمن سبحانه وتعالى غادي غادي يكون يناعمه بالنظر إلى وجهه غادي يناعمه بالجنان دياله بالنظر إلى وجهه أختي هدئ من روعك وحاولي تحتاسب عند الله وتآمن بقضاء الله وقضاره وحاولي أنك طلبي الله بأنه يعفيك ويعفي أهلك القراب لكل بعادلك وحاولي أن لبقى حتكتب مكتوب على شيء إنسان إلى المؤمن فهو شهيد عند الله خلي هادي 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 غا تكون سلوة وبهجة ديك هادي غا تطمنك غا تطمنك الموت رها جاي بأي شكل من الأشكال ركي اللي غادي في طرقتها طاح القاومات بسكسا قلبية كي اللي غادي في طرقتها ضربته طموبيل مات كي اللي كل واحد وش أربي كتب لي أجل أجل الموت دياله الموت دياله يعني أختي ما يبقاش هاد لا لا وهذا الخوف سائد سائد نحن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى مؤمنين بقضاء وقداره وإن شاء الله المؤمن يعلم أن ما إن أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا شيء كله أقدر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله العفو والعفية لنا وليكم وحاولوا تدري جميع الوقاية الذكرات اللي ذكرتها وزارة الصحة جميع الوقاية وإن شاء الله الله خير وحافظ الله خير وحافظ لنا أختي ما نطوّش عليك حاولي أنك دائما تصلي وتجدي صليتك بالله سبحانه وتعالى والسلام الله عليكم وحمد الله وبركاته